ده كلام مهم جداً لكن الآن يعلن النادي الأهلي رسمياً بيع نجمه ومهاجمه محمد شريف إلى فريق الخليج السعودي ارتحت أخويا؟ قول ارتحت بقى وتعودشت قديني بس ألك أهو أهلي أعلى رسمياً تم الأهلي أعلى رسمياً خلاص هو هو وشريف طبعاً كان كولر عايزه ويستمر وهو أهلك بعد مراجعة مستر ماصر كولر يعني موافقة كولر جات وكان فيه مؤشرات في ضم صلاح محسن أنه ممكن يلعب الدور اللي هيعمله شريف بالإضافة إلى أنه مازال فكرة الدعم بالمهاجم مازالت قائمة وبقوة لكن اللي أنا عايزه يعني بدون الدخول لا يعني العيب هايل يعني أنا في رأيي أنا عجبني جداً آه بيكسل ساعات لكن هو يعني إمكاناته وقدراته كويسة عنده سرعاته وعنده قراراته ما بيلعبها من أول لمسة بيبقى خطير جداً لكن اللي أنا عايزه أقوله آه هو كان حريص جداً يخد التجربة وياخد فرصة أنه يعمل حاجة آه فيها دخلة أكبر له تجربة جديدة في دوري وشاف أنه دوري أصبح قوي جداً وفي نفس الوقت ما كانش عايز يعني يزعى للنادي الأهل آه تتعمل إزاي دي تتعمل أنه صياغ هذا الاتفاق كان صياغة سلسية وافقة عليها محمد شريف صياغة سلسية وافقة عليها محمد شريف يعني تأمن العودة؟ بدون دخول في التفاصيل مع الاستفادة من دروس الماضي المهم مصلحة الأهل وحقه المهم إنه هو ده يعني كان موكهل لله لا لا ملكش دعو بيبقى خلاص ما عملش كده تم توقيع عقده سلسية يحفظ حق الأهل مش يحفظ يدي للآهل حقوق مش يحفظ حقوق حقوقه القادمة يعني في حال عودته مثلا يعني إذا أراد الأهل هيخش بشكل قانوني قوي إزاي في الموضوع دي النقطة اللي كانت معطلة الدنيا شوي مين قالك إنها متعطلة وأنتم بتجيبهم كلام عشان يبني مشكلة وتحلت ما فيش كلام مندي يا جماعة مش لازم كل حاجة وراها مشكلة إنما هي حوارات لصالح الفريق وصالح اللعب إحنا نقدر نعمل كده لما نقدرش لو كان لا ما نقدرش ما كانش هيطلع ما هو لسه 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 أنا عندك لكن الحزمة ما بتبقاش كده الحزمة زي ما أنت حريص عليه هو كمان يرى الأمر أنه حريص عليك حتى يعني خلينا مش عايز أعود أنا أتكلم على المستقبل كتير لأنه والله الدنيا علمتني المستقبل ده حط تحتيه 30 خط لكن الشواهد بتقول إنه كان حريص وافع على الأهل عايزة على الأهل عايزة وده كان له علاقة بعودة صلاح محسن ما أنت عندك أنت الوقت عندك تشكيلة معينة وحتجيب لعيب أجنب بس في التشكيلة معينة دي خرج عنصر أنت حطيت عنصر ما يسموح لي آف عنده جملة وحتجيب لعيب أجنبي ما إحنا بنقس عن تجيب لعيب أجنبي ده مش سر يعني إحنا بنشتغل كلنا على هذا والقرار برضو عد مستر كولر حتقول لي ليه مستر كولر ما أنت كل مدرب بيجي بيختار لعيب وهو حر وبعدين يمشي ناس بتقول كده ويمشي سبول لا هي دي حصلت فعلا ما حصلت في ثلاث وقائع يعني طيب هو مستر كولر ده بيلعب بالطور الفني اللي إحنا متصورينه ولا راجل عده دماغه دماغه يبقى تعزل الموصفات دي كل لعيب جيد يبقى أنت عملت صفقة هو اللعيب الجيد الذي يتمم لك أو يقفل لك العمل الفني بتاعك على فكرة برونو سافيو ماش كواس جدا بره تقريبا كل مدش بيجي بجوه في بوليفيا هو كمياته هناك لا مش كمياته هو ما كانش وحش هنا هو الأتيتيود بتاعه الأتيتيود إيه إيه الأتيتيود دي الناحية المزاجية وتأثيره على المحيط بتاع اللعيبة واندماجه مع الانضباط والحالة الفنية للفريق هو ما كانش بيوفر ده أو كان في دماغه حاجة لكن هو كنوعية لاعب أنت اخترت نوعية لاعب كويسة بدليل أهو الراجل ماشي زال فل عشان كده مش بالضرورة أن كل واحد يجي هينساجل بل أنا عايز أقوله أنت بتختار بقى إزاي ولذلك قولك الفرود اللي جي من أنصاف الفرود هو مين في على المستوى العالم رونالدو ضيع وجاب وجاب حاجات ما حاجة غير وجاب وضيع حاجات وضيع حاجات بتضيع من محمد شريف ومن كهرباء ومن زيزو ومن الجزير ما فيش لعيب ما بيضيعش المهم أنك طول ما موجود أنت حاسس أنه ممكن يقدر يكسبك في أي لحظة هو ده اللعيب المهم أنه هو موجود وده كان أظهره على فكرة أي وبرضه الناس ما كانتش بتحاسبوا على اللي بيضيع ما تشوف تأثيره كان عامل إزاي في الفرقة وضربات الجزاء اللي بيجيبها والأسستات والخطورة الدهمة مع كل هجمة على الفريق اللي قدامك كان بيديك أمل وهو موجود هو ده اللعيب اللي أنت عايزه إنك أنت عايز لعيب ما فيش حد ما بيضيعش حكاية المهاجم دي مطولة شوية ده السؤال بتسألنا ماينفعش تسألوه ده انقل خلينا نلحن خلص الحلقة ده الآخر حاجة ما اسموها إيها يعني خلاص خدت وقتك